انتو متخيلين ان صورة واحدة تعمل مشكلة وقلق كبير وتهدم احلام فريق عمل كامل بقالهم شهور تعبانين في اللوكيشن ده للوكيشن ده ومن التصوير في دمياط لسكندرية وكل ده علشان مونة زاكي بتظهر بالحجاب وشكلها غلبان شوية طب من استنى نشوف القصة يا جماعة وبعدين مش مونة لوحدها اللي لابس حجاب في رمضان تعالوا اقولكم من تاني الفنانة مونة زاكي بتتعرض لهجم مشارسة جدا بعد انتشار بوسترات مسلسلها الرمضان الجديد تحت الوصاية اللي هيتعرض على شاشات كتير جوه وبر مصر وطبعا متوقع له النجاح والاهتمام الكبير خصوصا بعد ما كان مسلسلها لعبة نيوتن واكل الجو السنة قبل اللي فاتت مونة زاكي ظهرت على بوسترات تحت الوصاية والصور المتسربة من اللوكيشن بحجاب بسيط لانها بتعمل دور ست شقيانة وبتجري على عيالها واصلا بطلة جدا انها تتخلى عن رئاتها وجمالها عشان تعمل دور زايدة نقوم احنا نجري ورا كلام محدش عارف مصدره ايه عشان نبقى جزء من حملة موجهة هدفها توقع العمل طب انتو ما شفتوش بقية الفنانات السنة دي عاملين ايه ده في حملة حجاب ولا اجواء التسعينات في مصر السنة دي هتشوفوا الاول مرة نجلاء بدر متغطية بالكامل في مسلسل سره الباتع ومع مين؟ مع المخرج خالد يوسف وشكلها على بوسترات المسلسل ولا الشيخ خديجة المغربية بلاش نجلاء بدر مهمش لوحدها يعني في مسلسل سره الباتع معاها ممثلات كتير جدا منهم حنان مطاوع بس اللي هتظهر محجابة بالكامل برضو منا فضالي اللي اصلا مشهورة بحبها للبس المرحرح والادوار اللعوبة شكلها السنة دي هتبقى ستة منكسرة وغلبانة والحياة وكلة منها جامد سبكوا من سره الباتع عشان ده قصة كبيرة قوي سعدتك مسلسل عملة ندرة اللي بتقدم فيه الفنانة نيلي كريم دور سعادية لأول مرة فيه كم كبير من النجمات اللي لابسين حجاب لحجاب ايه ده ملس ومش نيلي لوحدها معاهم مريم الخشت وجمانة مراد ده حتى نادا موسى استغنت عن الكيرلي ومغطية شعرها كله ولابسة اسود فاسود طب وهلروح بعيد ليه؟ ديروجينا السنة دي بتقدم نمازج مختلفة لستات مكافحة وكلهم لابسين الحجاب من أول الست اللي لبست زي الرجالة عشان تنزل تشتغل وتربي عيالها مش هنقول بقى انها قصة الحجة صيصة عشان فيه ناس بتزعل مش بس كده دي ظهرت على بسترات مسلسل ستهم بكل أشكال الحجاب انوبي والسناوي دي ناقص تغني ام نادي عص عيدي وابن خوك البورس عيدي قدوا المونة زاكي فرصة وشوفوا نجمات مصر هيقدموا ايه السنة دي لانهم فعلا تعبنين في الأدوار ومتصدرين الأفيشات والبصرات على غير العادة ومش لازم الفنانة من دول تبقى جميلة ولا مسلسلها يبقى اسمه جميلة عشان تبقى القصة محبوكة وكده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر